تحيد ولا تتحول قال تعالى فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْذِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحَوِيلًا وَإِنَّ سُنَّتَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التي لا تتبدل فيهم أن الإهلاك بالأقوبات عاقبة الإغراك في الفواحش والمنكرات فمتى زهرت الظنوب واستحلت وعمت المحرمات وأعلنت نذلت الأقوبات الإلهية بالظالمين وحلت بهم قال عز وجل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين عباد الله الظنوب والآثام هي أعظم ما يغير الأحوال من الأمن والاستقرار إلى الحلق والتراب قال تعالى وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَعِنَّةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا قَرَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَيُفْنِيْهَا وَيَزْتَجْلِبُ النِّقَمُ وَيُبُكِيْهَا إِنَّ عَذَابَ الْأُمَمْ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ ذُنُوبِهِمْ كما قال سبحانه فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الشَّيْحَةً وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ فهؤلاء قوم نوح استحدثوا الشرك في هذه الأرض فأغرقهم الله بالطوفان وطحر الأرض منهم قال جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا وكذلك أغرق الله في الرعون وجنوده كما قال فأخذناه وجنوده فنبزناهم في اليم فانظر كيف كان عاكبة الظالمين وقارون لما على وذلما أعانه الله في سافل الأرض كما قال فخسبنا به وفي داره الأرض وبنوا إسرائيل تلاعبوا بوحي الله وتحايلوا عليه وبدلوه فسلق الله عليهم عذاب الأعداء قال سبحانا وَإِذِ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْكِيَامَةِ مَنْ يَصُومُهُمْ سُوءَ الْأَذَابِ وأسابهم الزل والحوان بما اقترفوا من خطايا قال سبحانه ضُرِبَتْ أَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ عَيْنَ مَا سُكِهُ وَمِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكَ اللَّهُ فُعَادًا بِالْرِّحِ قال جل شعنه وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيْهٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةٌ وَسَمُودُ أَهَلَكَهُمُ اللَّهُ بِسَيْحَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا قَالَ سِبْحَانَهُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيبِ الْمُخْتَظِرِ وَقَوْمُ الُؤْدٍ كَفَرُوا وَاستَحَلُّوا إِتِهَانَ الزُّكُرَانَ من دون النساء قلبا للفطرة وانتساكا للأقول وشزوزا وتحررا من القيم والأخلاق والعصول فأرسل الله عليهم حجارة مسومة وقلب عرضهم عليهم كما قال سبحانه فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل موضود مسومة عند ربك ثم توقد سبحانه من شابههم في ظلمهم فقال وما هي من الظالمين ببعيد إباد الله إنما قص الله تعالى علينا خبر القمم من قبلنا حتى نعتبر بحالهم ونحذر أن يسيبنا ما أصابهم قال تعالى وكأي من قرية عاتت أن أمر ربها ورسله فهاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعدى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قال أنزل الله إليكم ذكره وهذه الأمة وإن كان من حكمة الله ورحمته أنها لا تهلك بأذاب عام يستعسلها كما فعل بالأمم من قبلها إلا أنها ليست بمأمن من أن يسيب الأذاب بعضها متى عمت الزنوب والآثام وقال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم أذابا من فوتكم أو من تهت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بعث بعض وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتهنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يقسبون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بعصنا بياتا وهم ناعمون أو أمن أهل القرى أن ياتيهم بعصنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إخوة الإسلام إن لحلاك الأمم أسبابا ودوائه توجب غضب العزيز الحكيم وتستجلب نقمته وإقامه العليم وإن من تلك الأسباب انتشار المنكرات بين الناس وكسرة الخبس فيهم من زنا وفجور وشزود وفسق وشرب للغمور كما في سهيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهلك وفينا سالعون فقال نعم إذا كثر الخبس ومن أسباب الحلاك أكل الربا قال عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّ مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَى إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وروا أحمد بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم إقاب الله عز وجل ومن أسباب الحلاك فشوه الظلم بين الناس بظلمهم أنفسهم وظلم بعضهم بعض يقول تبارك وتعالى وَتِلْكَ الْقُرَى أَحْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ومن أسباب الحلاك ترك الأمر بالمعروف والنحي عن المنكر قال عز وجل فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَكِيَةٍ يَنْحَونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا عُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُؤْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَحْلُهَا مُصلِحُونَ وقال سبحانه فَلَمَّا نَسُوا مَا زُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْحَونَ عَنِ السُّوْنِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَمِنْ أَسْبَبِ الْعَذَابِ عِبَادَ اللَّهُ وَالْعُقُوبَةِ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَ بِإِسْنَدٍ حَسَنٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَانَ يَا مَعَشَرَ الْمُحَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا اتْتُلِيْتُمْ بِهِنَّا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُهُنْ لم تُزْحِرُ الْفَاهِشَةُ فِي قَوْمٍ قَدْ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَافِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاءُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَذَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَذَوْا وَلَمْ يَنْقُسُوا الْمِكْيَانَ وَالْمِيْذَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجُورِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ أَمُوَالِهِمْ إِلَّا بُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَحَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا وَلَمْ يَنْقُسُوا أَهَدَ اللَّهِ وَأَهَدَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحَكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْضَلَى اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْصَهُمْ بَيْنَهُمْ فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية والمكفرة والرحمة لنا وللمسلمين أجمعين ثم سلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونهن عبادك ونهن على أهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما سنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاكفر لنا فإنه لا يكفر الظنوب إلا عنه اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناسيته للبر والتقوى يا رب العالمين اللهم علف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وحدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وزرياتنا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها عليك يا أرحم الراحمين قابلين لها يا رب العالمين واتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا وجعلنا من الراشدين وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان يا رب العالمين وجعلنا من الراشدين اللهم اكفر لأمهاتنا وأبائنا وأزواجنا وأطفالنا وأقاربنا وزيراننا وأصدقائنا وجميع المؤمنين يا رب العالمين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم ارحمنا رحمة واسعة اللهم ارحمنا رحمة واسعة اللهم ارحمنا رحمة واسعة اللهم اجعل أولادنا بارين لك ولأمتنا ولإنسانيتنا واكتب لهم أن يعيشوا حياة مبنية على القرآن والسنة يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن على ولاية ضم خاصة وعلى نجير يا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أصل ولاة أمورنا وخذ بناسيتهم إلى الخير يا رب العالمين ربنا عاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع اشتركوا في القناة الحربية اشتركوا في القناة كما تفرقني تفكرة يمكنك تفكرة الوائحة كما تفكر المفيدة تقالما نزول المضارفات لأنني أخبرتني صواني كانت تفكرة الوائحة فله إذا القديم لا تفكرة الوائحة لأنني أخبرتني أجل لأنني أصبحت للتواصل اسم توقيت إنني أمام المضارفات كما قال إنني أخبرتني ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسان ترجمة نانسان لستاذى parfait الشيخ من الشيخ من الإمامة من فتحدي clinical لتأكد عبدれる أنظم ترجمة نانسي قنقر 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 الذي يس Companh disكفك . ل증ظل هذه الحقنة لسبب الأمر يغير أن مثبتم . أحفنت الآن الكبير في زوجة الوصول هناك فهلا يساعد لكي سوف يموحون بعيد الأسجار فهلا يساعد من هذا المحاضر لكن السبب في كل ماذا يشيئ في فرقة السبب في كاله يشيئ في فرقة سيكون شخصاًاً حتى الوصول الوصول إلى الوصول وإستillahرحب الأطنقال في الملك يتعلم أن يتعلم ان يتعلم أن يتعلم أنه في تعديد High Boy واء لا أعطاكن معا م spirits amas الخam أيضا مرحبا فلي فل ليleg الأنذى الأسماءيةTo también إنه لا بغب أن أطلق سيوار عندما أظهر ولي وقل يجهد وأطلق الأشخاص أنه يجهد الفيضية صحتε التي توجد سببت المشروع العكوية كانت تترول على شعر امرض крخص الله تزنى موكو ونان اي تقنطنا موكو عذابا داغاكو ييماني كتوبا كجي توران الله داغا مبودة موكو البركة سمادك اصلاح نجيشي الله تبارك و تعالى ياوكو يموانا تحكي مسلونش لن نفيت حالكر الوما ينادى سبوبا كما اكو يأوبان دا سكي جاوش نكا تحكي سبوبا شيني أوبان دا سكي وجب تأوبانجي يكوشي مبوائي دا نوكا يجاوان 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 زكي بي ech يجاوان يوان زنا دعوان 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 يجه ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر